اشتركوا في القناة 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 الى ان كتيبة المدرب رينالد بيدروس ستحاول الاطاحة بالمنتخب الفرنسيات والاستمرار في صنع المفاجآت واوضح رونالد في تصريحات لصحيفة ديكيب بالقول المنتخب المغربي ليس لديه ما يخسر كل ما سيحصل له في كاس العالم هو فضل اضافي فرنسا تمثل شيئا خاصا بالنسبة للمغرب ولذلك الامر بسيط سيحاول الاطاحة بنا ان تأهلنا من المجموعة اقصيت فيها المانيا هو سحر كرة القدم واردف المتحدد نفسه قائلا رينالد بيدروس لديه مجموعة تتكتل في خلف ضمن المنتصف الملعبها انه منضبطات داخل الملعب ويتيحن فرص للإلحاق بالضرر بك وتسجيل هتف اننا حضرون سيكون الوضع صعبا خلال المباراة ويلتقي المنتخب المغربي والفرنسي للسيدات يمتل جاء القادم انتلاقا من منتصف النهار بتوقيت المغربي الثاني عشر لينيت بأرضية الملعب هند مارش باستراليا ويذكر ان لبؤة الاطلس سأهلنا الى ثم النهاء المونديال لأول مرة في تاريخهن في أولى مشاركة لهن بعدما شغلنا المركز الثاني في دور المجموعة اترشف وقهن على كوريا جنوبية وكولومبيا استبعد في نيشي زوز المدير الريادي الفني لفريق فيورنتينا المغربي سفي الأمر بط من قائمة الفريق لمواجهة نيوكاسل الإنجليزي ونيسل فرنسي ضمن مبارياتك السيلة على ملعب سانت جيمس بارك يوم السبت والأحد وذكر موقع فيورنتينا الإيطالي أن أمر بط استبعد من قائمة جيولا لمباراتين في إشارة لإقترابه من مغادرة الفريق والإندمام لمونشيستر يونيت وأضاف أن أمر بط لا يزال هدفا رئيسيا لمونشيستر الذي لم يخف رغبته في التعاقد مع اللاعب خط الوسط الجديد حيث أشارت المصادر إلى أن اليونيت دعا له أن يبيع لاعبه أولا حيث يرتبط الثنائي فيرد وفان ديبيك بالخروج هذا الصيف وذلك قبل أن يدفع النادي حول 30 مليون يورو لضمص في الأمرابة خاصة بعد عملية التعاقد مع راسموس هوليند مهاجم أطلنطا بعد المهاجم المغربي أيوب الكعبي على مشارف الالتحاق بصفوف أولمبياكوس اليوناني خلال الملكات الصيف الحالي وفقا لما أوردته التقارير الإعلامي اليونانية يوم أبس الجمعة حيث أشارت المصادر اليونانية إلى أن الدول المغربي أيوب الكعبي قد توصل إلى اتفاق مع مسؤولين لأولمبياكوس بينما سيتم التوقيع العقد في الأيام القيلة المقبلة في صفقة الانتقال الحر وسبق لأيوب الكعبي البالغ من عمر ثلاثون سنة خوض مجموعة من التجارب الإحشرافية خارج المغرب من بينها مجاورة هاتايسبور التركي والسد القطاري وفي نفس الإطار ذكرت المصادر اليونانية أن أيوب الكعبي سيصل إلى اليونان نهاية الأسبوع الجري للخضوع للفحص الطبي وإمداء عقد اندمامه إلى أولمبياكوس اليوناني ويشار إلى أن القيمة التسويخي للمهاجم المغربي في برسة اللاعبين تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون يورو حسب موقع ترانسفير الماركت شكرا على فصل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر